بمشاركة 80 دولة وأكثر من ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم ينطلق بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس المؤتمر الدولي لدعم تنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس 2020 بتكلفة إجمالية تقدر ب47 مليار يورو وتتصدر فرنسا قيمة الدول المستثمرة في تونس بـ 170 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها حوالي 278 مليون دينار تونسي تليها إيطاليا بـ 109 مشاريع بتمويلات قدرها أكثر من 76 مليون دينار ثم ألمانيا بـ 32 مشروعا باعتمادات وصلت إلى ما ينهز 71 مليون دينار قطر هي الأخرى منح تونس دعما بقيمة مليار و250 مليون دينار إسهاما في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية حسب ما أعلن عنه أمير دولة قطر خلال الافتتاح الرسمي يسروني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار أمريكي إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية السعودية تعهدت بتوفير اعتمادات مالية لفائدة تونس بقيمة 800 مليون دولار وتتصدر المشاريع العمومية القائمة بـ 68 مشروعا من بينها برنامج لتجديد وتدعيم الطرقات الداخلية ومشاريع ذكية كمشروع إنجاز شبكة ذكية للكهرباء والغاز تعول تونس من خلال هذا المؤتمر الدولي والتي خصصت 4.5 مليون دينار تونسي لتنظيم حملة ترويجية له في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط تعول على تحفيز الاستثمار ودفع الاقتصاد في تونس من خلال عرضها على المستثمرين والممولين الأجانب والتونسيين حيث قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن انتظارات التونسيين من مؤتمر الاستثمار كبيرة ومشروعة أشيرا إلى أن استقرار تونس طمان لاستقرار المنطقة ونجاحها من نجاح المنطقة كلها على حد قوله في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من انقسامات سياسية واقتتال داخلي تتوجه أنظار العالم اليوم إلى الجارة تونس التي تنظم مؤتمرها الاقتصادية الدولي وبمشاركات واسعة ما يزيد التأكيد على أن الأمن والاستقرار بوابة لجلب الاستثمار عدنان الدرويش قناة النبأ تونس شكرا للمشاهدة